في درسنا اليوم سوف نتحدث عن أوامر SQL التي تم استخدامها لتخزين بينات في الجدول التي ستقوم بتحديدها سوف نتحدث عن وظيفة الأمر Insert into و Values من أوامر SQL وفي درس القادمة سوف أقوم بشرح لكم مزيد من الأمور الأخرى وإذا سوف أقوم بشرح لكم كيفية تخزين بينات دمن أي جدول يتواجه في قواعد البينات من خلال PHP ما يضمي من دون أوامر SQL إذا كنت ما زلت لست مشاركة في قناتنا قم بضغط على زر الاشتراك وقم بتشغيل زر الجرس ولا تنسى إعجاب الفيديو وإضافة دائما تعليقات جميلة على الفيديو لكي يصلك أفضل دروس للتعلم البرمجة مجانا ثم قمت السابقا بإنشاء قاعدة بينات MySQL وقمت بإنشاء دمنها جدول وقمت بإضافة 2 أعمدة الأمور متعلقة بالأعمدة دمن الجدول قمت بشرح لكم في الدروس السابقة الذي من درس لليوم أن تتعلم كيفية إضافة أسطر أخرى من البينات إلى أي جدول تقوم بتحديدها في البداية سوف أقوم بشرح لكم كيفية إضافة أسطر جديدة من البينات إلى أي جدول تقوم بتحديدها من خلال PHP ما يضمي من دون أوامر SQL ولاحقا سوف أقوم بشرح لكم كيفية قيام بذلك من خلال أوامر SQL إن كنت ترغب إضافة مزيد من الأسطر من البينات إلى أي جدول تقوم بتحديدها سهلة جدا كل ما عليك في البداية أن تقوم بتحديد القاعدة البينات الذي يتواجد به الجدول ثم أقوم بتحديد الجدول الذي ترغب إضافة مزيد من البينات في مثال حالي يتواجد لديه الجدول يتألف من 2 عمدة المهم نفس الفكرة كل ما عليك أن تقوم بضغط على إنسان وتقوم بوضع البينات حسب النوع البينات لكل عمود قمت بتحديدها أنا قمت في مثال حالي بإنشاء جدول وقمت بضغط 2 عمدة العمود الأول قمت بالتحديد على أن أرغب تخزين بينات من نوع الرقام الذي بها فاصلة إذن سوف أقوم بالتحديد البينات حسب النوع البينات لذلك العمود على سبيل المسال ألف فاصلين خمسة وعشرين هنا النص هنا قمت بالتحديد على أن أرغب بالتخزين البينات من نوع النصي في هذا العمود عندما أقوم بضغط السطر من البينات إلى الجدول على سبيل المسال الغاب بتخزين البينات التالية المهم أن تفهم الفكرة بعدما تقوم بوضع البينات في الجميع العمودة لذلك يتواجد لديك أضغط على جول للتنفيذ الأوامر هنا شاهد مثل ما تشاهد المهم أن تفهم الفكرة إذن هذه هي الطريقة لإضافة البينات ضمن أي جدول ترغب من خلال phpMyAdmin من دون أوامر SQL الآن سوف أقوم بشرح لكم كيفية قيام ذلك من خلال أوامر SQL لكي تتمكن من تنفيذ نفس أوامر SQL على أي قاعدة بينات ترغب بها وليس فقط MySQL أقصص قواعد بينات الذي يضع من لغة SQL من خلال SQL في البداية بعدما تقوم بالتحديد القاعدة البينات الذي ترغب بالتنفيذ الأوامر عليها قم بضغط على SQL للتنفيذ الأوامر SQL على القاعدة البينات المحددة قم بكتابة الأوامر insert بالأحرف الكبيرة insert def into داخل فراغ ثم قم بتحديد الاسم الجدول الذي ترغب بإضافة لها البينات لنفترض في مثال حالي جدول يسمى post s إذن نقم بتحديدها فراغ ثم تقوم بإنشاءات الأقواص فراغ ثم تقوم بكتابة الأمر values ثم تقوم بإنشاءات الأقواص دمن هذه الأقواص كل ما عليك أن تقوم بالتحديد أي الأسماء الأعمال التي ترغب بإضافة لها البينات ودمن هذه الأقواص ستقوم بالتحديد القيمة لكل أعمال تقوم بالتحديد نحن لدينا في مثال حالي الجدول يتكون من 2 أعمدة إذن نقوم بالتحديد العمدة لدينا لدينا عمود يسمى ID من الأحرف الكبيرة قمت بالتسمية المهم أن تفهم الفكرة نقوم بالتحديد العمدة العمود الأول فاصلة ثم العمود الثاني فاصلة العمود الثالث إن كان لديك أسام العمدة لدينا 2 أعمدة العمود الثاني ثم تاكست هنا نقوم بالتحديد قيمة للأعمدة التي قمت بالتحديد والترتيب هناك نقطة مهمة البيانات التي يكون من نوع تاريخ data أو من نوع بيانات النصي قم بالتحديد هذه دمن اقتباس النصي هذه نقطة مهمة من الـ ID يكون عبارة عن بيانات من نوع الأرقام الذي يحتوي على الفاصلة إذن سوف أقوم بالتحديد بيانات من نوع أرقام الذي يحتوي على الفاصلة على السبين سأرغب بالتحديد البيانات التالية 2000.25 كقيمة للعمود التالي فعند إضافة الجديد من البيانات إلى الجدول بعدما تقوم بالتحديد القيمة لذلك عمود قم بوضع فاصلة ثم العمود الثاني في مثال حالي العمود الذي يسمى text ضمن يتم تخزين بيانات من نوع النصي إذا نقوم بإنشاء اقتباس النصي وضمن اقتباس النصي نقوم بتحديد أي نص نرغب بها لنفتريد أرغب بالتحديد النص التالي فقط مثال المهمة تفهم الفكرة في مثال حالي نحن نقول قم بإضافة ضمن الجدول الذي يسمى process ضمن العمود التالي ولا العمود التالي القيمة القيمة التالية ولا القيمة التالية هذه البيانات يكون من نوع البيانات لذلك العمود حسب ما قمت بتحديدها أنت الحر في الاختيار النوع البيانات عندما تقوم بإنشاء جدوان والعامدة أنا سوف أقول قم بالتنفيذ العامر مثل ما تشاهد قام بالتنفيذ العامر بالنجاح إن زال لديك خطأ فكون متأكد إنك قمت بارتكاب خطأ ما قم بقراءة الأكواد خاص بك وسوف تعرف الخطأ خاص بك لنتأكد هل تم إضافة البيانات جديدة إلى الجدول مثل ما تشاهد قام بإضافة سطر جديد من البيانات إلى الجدول مثل ما قمنا بتحديدها إذن هذا كان درسنا اليوم أتمنى لكم توفيق وأرىكم في درس القادم لك نتعلم مزيد إلى اللقاء